بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين موضوع خطير جدا تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية موضوع انتهاك حرمة شهر رمضان فنقول لهؤلاء الإخوة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لابد أن ننبيهم أن هذا الخطاب موجه لأهل الإيمان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فارعي لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه هؤلاء الناس الذين يفترون في رمضان نقول لهم الخطاب موجه لأهل الإيمان وأنتم لستم منهم لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام كم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالذي لا يحافظ على الصيام فهو ليس من أهل الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عجيب والله ويقول لك حرية شخصية الصيام ليس حرية شخصية أنت عبد لله أما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا للشيطان لا ثالث لهم الله الذي أمرك بالصيام مو أنا الذي أمرتك بالصيام لابد أن تنتبهوا إلى ذلك فبعض الناس يتجرأ على الصيام وكأنه ليس عبدا لله إذا أردت أن تعصي فاستتر لا تجاهر بالمعصية لأن المجاهرة بالمعصية خطيرة جدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهرين وهذا الحديث متفق عليها رواه البخاري ومسلم يجاهر بالمعصية قال كل أمة معافة إلا المجاهرين كل أمة أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول معافة يعني قد عفاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة المجاهرون الذين يجاهرون بالمعصية فلابد أن يعلم أن هذا الذي يجاهر بالمعصية هو على خطر عظيم يعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه هذا لا شك والله لأنه ليس بعافية لأنه جر على نفسه الويل فهو متهدد متوعد نسأل الله السلام والعافية في الدنيا والآخرة لابد أن ننتبه إلى خطورة الإفطار في نهار رمضان والمجاهرة هذا والله خطر عظيم قد قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر وعند المؤمنين المؤمنين مقرر أنه من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أي بلا عذر يبيح ذلك أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر لابد أن تنتبه إلى خطورة الإفطار في رمضان والمجاهرة بالمعصية وصيك بتقوى الله يا أخي انتبه وتوب إلى الله واندم على ما فعلت بل بعضهم يقول ويتجرأ وللأسف يقول سبعين بالمئة من الشعب مفتر يكذب والله والله هذا كذب وهذا جرأ على أن يتجرأ الناس على معصية الله سبعين المئة لو حسبنا الرجال الكبار والنساء الكبار في السن فقط الذين يصمون لا تجاوزوا الخمسين في المئة باستثناء الشباب وباستثناء الأطفال الصغار الذين عمرهم ستة وسبعة وثمانية وتسعة سنوات عجيب أمر هؤلاء الناس يدعون إلى المعصية فنسأل الله أن يتوب علينا ويتوب عليهم وأن ننبيهم وأن نحذرهم أنه من لم يتب من هذه الأفعال قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والله هؤلاء ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم أنهم ينشرون ذلك فيجرئون الناس على الأفطار في رمضان بل بعضهم يبيع يبيع الأكل في رمضان للمفتر وهو يعلم أنه سأكله أمامه وسيفتر به أمامه فهذا والله عاصي وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لابد أن ننبه ونحذر من مسألة الأفطار في يوم رمضان هذا تعاون على الإثم والعدوان والمال الذي يبيع به والله مال حرام وإن كان يبيعه في شيء حلال يبيعه في أكل حلال لكنه يبيعه من أجل أن يجرئ الناس على معصية الله جل وعلا وهذا تعاون على الإثم والعدوان فنسأل الله أن يرحمنا وأن يسلمنا من هذا الشر العظيم وأن نحذر وأن ننبه الناس نسأل الله أن يتقبل منا وأن يرحمنا رحمة واسعة إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر